تمر جمهورية باكستان الإسلامية بأسوأ كارثة طبيعية مرت عليها خلال العقود الماضية حيث غمرت مياه الفيضانات والسيول ثلثة الأراضي الباكستانية ووصل عدد المتضررين أكثر من ثلاثة وثلاثين مليون من الشعب الباكستاني الشقيق كما توفي رحمهم الله أكثر من ألف وثلاثمائة من الشعب الباكستاني الشقيق وأصيب أكثر من ثلاثة عشر ألف منهم ولقد هدم أكثر من خمسمائة أو خمسين ألف منزل وتضرر أكثر من مليون منزل في باكستان وكانت الأقاليم الأكثر تضررا هي أقليم السند وبلوشستان والبنجاب كما تأثرت المحلات التجارية والجسور والطرق وكذلك الأراضي زراعية اشتركوا في القناة